مشاهدنا على الرغم من الانتقادات والاتهامات الدولية بشأن سياسة التعتيم التي اتبعتها سلطة الصينية مع ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة وهان بدسمبر الماضي ها هي تفرض قيودا جديدة على نشر الأبحاث الأكاديمية التي تتعلق بأصول ونشأة الفيروس الجديد وذلك بناء على توجهات الحكومة المركزية وإشعارات عبر الإنترنت نشرتها جامعة صينية فبموجب السياسة الجديدة ستخضع جميع الأوراق الأكاديمية الخاصة بكوفيد-19 لفحص إضافيا قبل تقديمها للنشر وبحسب المنشورات التي حذفت لاحقا سوف تخضع الدراسات حول أصل الفيروس لتطقيق إضافي ويجب أن يوافق عليها مسؤول الحكومة المركزية بينما قال خبير طبي في هونغ كونغ تعاون مع باحثين من داخل الصين لنشر تحليلا سريريا لحالة كورونا في مجلة طبية دولية قال إن عمله لم يخضع لعملية الفحص هذا في فبراير الماضي بحسب شبكة سين أن الأمريكية ويبدو أن التطقيق المتزايد هو أحدث محاولة من الحكومة الصينية لسيطرة على المعلومات حول أصول جائحة فيروس كورونا الذي انتشر حول العالم وأودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص وأصاب قرابة المليونين منذ اندلاعه للمرة الأولى في وهان ومنذ أواخر يناير الماضي نشر باحثون صينيون سلسلة من الدراسات المتعلقة بكوفيد-19 في مجلات طبية دولية مؤثرة وأثارت بعض النتائج حول حالات الإصابة الأولى بالفيروس مثل ظهور الانتقال من إنسان إلى إنسان للمرة الأولى أسئلة حول التعليقات الحكومية الرسمية بشأن تفشي هذا المرض كما يعتقد بحثون صينيون أن هذه جهود مناسقة من الحكومة الصينية لسيطرة على السرد وتقديمه كما لو أن الفيروس المسجد لم ينشأ فيها فوفقا للتوجيه الصادر عن قسم العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم الصينية يجب إدارة الأوراق الأكاديمية حول تتبع أصول الفيروس بشكل صارم ومحكم ويضع التوجيه مستويات الموافقة على هذه الأوراق البحثية بدءا بالإجان الأكاديمية في الجامعات ثم يطلب منهم إرسالها إلى قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم الذي يقوم بعد ذلك بإرسال الأوراق إلى فرقة عمل تابعة لمجلس الدولة لفحصها ولا يتم نشرها إلا بعد أن تحصل الجامعات على رد فريق العمل المختص كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن قال إنه عندما يخضع البحث العلمي لاحتياجات منهم في السلطة فإنه يقود بشكل كبير مصداقية السرد الحكومي مما يجعل الاتهامات بعدم الإبلاغ والمعلومات المضللة أكثر إقناعا يبدو أن باكين تحاول قمع أي حقيقة حول هذا المرض مع تزايد اللوم عالميا للسلطات الصينية التي حاولت منذ البداية إخفاء هذا الأمر